ما زال السجال دائرا في مصر بعد أن انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة طفلة متبنات من قبل زوجين ليس لديهما أولاد على ما يبدو لكنهما قررات تخلي عن تبنيها وحضانتها بعد ثلاث سنوات على تربيتها وإعادتها إلى دار الرعاية بعد أن حملت الزوجة أو الأم هذه القصة انتشرت بعد أن روت تفاصيلها يمنا دحروج وهي المديرة التنفيذية لمؤسسة الاحتضان في مصر وقالت أن الأسرة احتضنت الطفلة عندما كانت رضيعة وقررت التخلي عن حضانتها بعد أن حملت الأم بررة أن الأسرة لن تستطيع تحمل مسؤولياتها بحسب ما قالته العائلة وكذلك شددت يمنا أو قالت في تأثر أن هذه الطفلة في عمر ابنتها ولا تعرف شيئا في الدنيا سوى أبيها وأمها متسائلة كيف مرت عليها أول ليلة بعيدا عن دويها فالطفلة رجعت الطفلة دي قد بنتي يعني الطفلة دي عمر ليلة عندها ثلاث سنين متعرفش حاجة غير بابا وماما مبارح كان أول يوم ليها تبات جادر تفتكروا الليلة دي مرت عليها إزاي يعني تفتكروا مثلا هي حسب بيه تفتكروا مثلا سألت على باباها سألت على مامتها متعودة نام في سرين معين متعودة تشرب حاجة معينة إحنا ظلمنا البنت دي مرتين وهي البنت تظلمت مرتين الحياة مرة يوم ما تم التخلي عنها أول مرة وتاني مرة تظلمت وهي كبيرة وهي فهمة بعد ما دائت يعني إيه بيت وحياة وبابا وماما وتضيف سيدة يومنا أنها نشرت الفيديو بهدف نشر الوعي بين العائلات التي تكفل الأيتام مطلقة حملة للاحتضان وهي تقول حملة الاحتضان مسئولية مش ترند وأنه على كل أسرة أن تعي تحديات الاحتضان ومسئوليته نشر الوعي ده شيء مهم جدا ونشر فكرة الكفالة دي شيء مهم جدا بس يوم أنا قلت أن أنا أهم حاجة عندي مجتمع من الأسر الكافلة الوعية أنا كنت عارفة أنا كنت عارفة أنتها يحصل أنا كنت عارفة إحنا بنحب الهوجة بنحب الفرحة بنحب آه واو ده عملوا حاجة رائعة الأطفال مسئولية الاحتضان مسئولية بنت عندها ثلاث سنين يعني إش حالفة أنتو بتخيلين الليلة بتاعتها مبارح كيت عامل ازاي يعني إنتو مدركين إنتو مدركين البنت دي هتمر ازاي كل يوم هتسأل ازاي عنا ممتها أو بابها طبعا هذا المقطع انتشر بشكل كثيف تعفا على المدونون مدونون كثر مع هذا القصة التي فتحت استجال حول قضية التبني هنا مثلا زيدان يكتب ما أدري شلون ينامون وهم يدرون أنه في بنت صغيرة حاطب بالها أنهم أهلها وتخلوا عنها ماذا تكتب هنا أسماء يمنى دحروج نموذة جميل أوي بقصتها ومبادرتها قدرة تتوصل فكرة الكفالة والاحتضان لفئة كبيرة واللي كانوا مستحيل يصدقوا أنه ده ممكن بس للأسف فيه فئات عايزين إعادة تأهيل أصلا من الأول عشان يعرفوا يعني إيه إنسان يتحمل مسئولية داليا السيسي أنا بشوف فكرة الاحتضان دي ألطف شيء في البشرية وأكثرها إنسانية ومش أدرى أتخيل اللي حصل للبنت اللي عندها ثلاث سنين يعني يريدهم ما خدوها من أصله ولا أنها بدأ تبدأ حياتها بناس مع دومي الضمير كده أما مهند له تدوينة يكتب فيها الواحد إذا رب بسه بمعنى قطة وفقدها والله بيحزن وبيزعل لكن التمسول هم العذر ممكن حالتهم المادية سيئة جدا وفكرين أنهم ما يقدروا على المصاريف وعقلهم صغير مش فاهمين أنه ممكن كل رزقتهم تكون معلقة بسببها البنت وبعد ما يتركوها أحوالهم ممكن تصير أسوأ عصام بن حيدر عملت في هذا المجال وكنت مسؤولا في دار أيتام قصص وذكريات ومشاعر مؤلمة نعيشها بشكل يومي وكنا حريصون أننا إنما نوافق على الاحتضان إلا بعد دراسة عميقة للأسرة المتقدمة مع تعهدات دقيقة في مصر توسع مفهوم تبني الأطفال الأيتام في مصر وكفالتهم بحيث يمكن لكل فتاة لم تتزوج أو سيدة مطلقة أو أرملة أن تقوم بحضانة طفل فلم يعد الأمر مقتصرا على الأزواج الذين لم يرزقوا بأطفال وهناك شروط وإجراءات القوانين وخاصة بالتبني يجب أن تتبع سنتحدث عنها مشاهدنا مع ضيفتنا معنا من الدوحة المهندسة رندا حمدي وهي مديرة التخطيط المؤسسي والجودة في إدارة الأزمات مؤسسة الاحتضان في مصر مرحبا بك سيدة رندا هذه الحادثة التي تتحدث عنها سيدة يمنى هل هي تعتبر نادرة الحدوث أم أنها موجودة ولكن لم يسلط عليها الإعلام والرأي من قبل هي الحقيقة موجودة بنسبة صغيرة في مئات من الأسر أو مدر رول ألاف في مصر حوالي 12 ألف أسر عدنا نسبة إرجاع الأطفال هي نسبة محدودة تصل إلى 1% وما يقارب ذلك لكن طبعا واجب علينا كمؤسسة الاحتضان في مصر أننا نسوط الضوء بكثافة على هذه الظاهرة ليه؟ لأنها بتشكل خطورة على الطفل وعلى نفسيته لأن الطفل فقد الرعاية الوالدية هو من البداية بيمر بحاجة اسمها متلازمة التخلي الطفل لما أهله بيسبوه بيكون مدرك لده حتى ولو كان طفل رضيع وتم كفلته من وهو رضيع الطفل بيشعر أن الأم غير راغبة فيه من وهو في وطنها بيبدأ بيبقى حاسس من جواه أنه تم التحلي عنه هذا ربما للناحية النفسية ولكن بالناحية القانونية هل يمكن لأسرة أو لعائلة أن تتبنى الطفل وبعد ذلك تعيد النظر في ذلك وتتراجع عنه كما حدث لهذه الطفلة لتحدث عنها في قصتنا؟ هو المفروض أن الأسرة بيتم تقييمها وبيتم عمل بحث اجتماعي لها قبل ما بتسلم الطفل وكمان بيبقى فيه متابعة دورية من موضوع التضامن على الأسر الكافلة لكن ما فيش حاجة تجرم إرجاع الطفل والحقيقة أنه ما ينفعش يكون فيه حاجة تجرم إرجاع الطفل لأننا نتكلم لو أسرة هي مش عايزة الطفل ده هي مش حابة وجوده معها ما ينفعش أبدا أننا أجرم إرجاعه لكن إجرام تجرم معتلفة عن إلزام يعني ربما قد يكون هناك نوع من الشرط الإلزامي وأن هناك تكون شروط خاصة مثلا لاسترجاع الطفل أو إرجاعه هو اللي بيحصل أن الأسرة اللي بترجع الطفل بدون سبب قهري دي بتتحطف القايمة السوداء خلاص ما بيتمش الموافقة لها على الكفالة مرة تانية الموضوع بينتهي بها عند النقطة دي لكن زي ما قلت لحضرتك هو ما ينفعش نعمل أي حاجة بتجرم أو بتضع عراقيل على الأسرة إنها ترجع الأطفال ده حفاظا على الطفل نفسه علشان ما يتعرضش إيثاء أو استغلال من الأسرة اللي هي محتفظة به خوفا من إرجاعه الأسباب التي عازت بهذه الأسرة إلى إعادة هذه الطفلة هو للأسف عدم وعي عدم وعي هي الأسرة ما عندهاش خلفية قد يلطفل ده ممكن يعاني لما تسيبه يعني هي بالنسبة لها خلاص هي الطفلة هي جابته من دار وحتوجي داره وحتكتله أسرة تانية والموضوع بالنسبة لها كده وهي حتعيش حياتها بقى مع طفلها الجديد بس ده طبعا مش حقيق أبدا الطفل بيمر بأزمة نفسية شديدة جدا في التخليل تاني ده لأن ده يعطبا التخليل تاني شكرا سيدة رند حمدي مديرة التخطيط المؤسسية والجودة في إدارة الأزمات مؤسسة الاحتضان في مصر شكرا شكرا لمشاهدة كاتراندينج سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها